اعلنت الادارة العامة للثروة البحرية في المجلس الأعلى للبيئة رفع حضر صيد أسماك الشنعد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين ورفع حضر عرضها وتداولها في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع وذلك اعتبارا من اليوم بعد انتهاء فترة الحضر التي تم الإعلان عنها في الخامس عشر من شهر أغسطس الماضي خلال موسم تكاثر الأسماك وأكدت ادارة الثروة البحرية في المجلس الأعلى للبيئة أن قرار حرض صيد أسماك الشنعد جاء في إطار الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين بهدف الحفاظ على الثروة البحرية وأضافت الادارة العامة أن حضر الصيد في موسم التكاثر يهدف إلى زيادة المخزون السماكي من خلال تنظيم عملية الصيد وتجنب استنزاف المصائد بما يحقق التوازن داخل الأحياء البحرية وأشادت إدارة الثروة البحرية بالتعاون والمسؤولية الوطنية التي تحلى بها الصيدون طوال فترة الحضر مؤكدة أن ذلك يعكس الشراكة الوطنية الرامية لحماية الثروة السماكية وتعزيز استدامتها موسيقى موسيقى